إن الله كانت ما تعملون خفيرا يبدو أن القبضة الحديدية بين محمد عيسى والآئمة أصبحت من الماضي أين رضخ وزير الشؤون الدينية لمطالب تنسيقية موظفي قطاع الشؤون الدينية الداعية إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لقاء جرى بعيدا عن أعين الإعلام ومحمد عيسى غير من لهجته في لقاء يظهر عليه الجدية والاهتمام بالقضايا العالقة بيننا وبين وزير الشؤون الدينية وقد أبدى معالي وزير الشؤون الدينية كل جهده لحل حالتي ولتذليل العقبات أمامنا في جلسات الحوار القريبة جدا التي من خلالها أسسنا اللجنة الوزارية المشتركة بيننا وبين وزير الشؤون الدينية والأبقاف للحلول الممكنة والسريعة في كل القضايا 47 مطلبا قديما على رأسها مراجعة القانون الأساسي وبعض المطالب الجديدة ستكون محل حوار بين الطرفين تريد النقابة تحصيلها كلها بالاستثناء أو العودة للاحتجاج والقضايا الحديثة المتعلقة بمطالبنا كحماية الساد الأيمام من الاعتداءات وتجريم المرموز الدينية كطلبنا حصانة الإمام كحصانة القاضي كقضايا الانتقال أو التحويلات من الولايات خاصة القضايا الإنسانية والقضايا الحارجة مطالبنا مشروعة مبينة نظرنا لأجلها بكل وسائل القانون وما يثبته القانون وتحت راية الدستور الذي يعطي لنا هذا الحق كل هذا الحمد لله مارسناه ونحن نسمي هذا الجهد ونبارك هذه الخطوة ونرجو أن نصل إلى نتائج محققة تثبتها الأيام من خلال جلسات الحوار بإذن الله محمد عيسى الذي قطع طريق أمام أي تفوض على زيادة أجور الآئمة ألقى الكرة في مرمى الحكومة بخصوص أي قرار مستقبلي اشتركوا في القناة